طيب فجأنا النهاردة بالإعلام التونسي بيتطرق لصادق السلمي مين صادق السلمي هو حكم صغير السن حكم دولي تونسي ودخل من ضمن حكام النخبة المرشحين ان هما يحكموا في كأس العالم في قطر تمام وهديكم بعض المعلومات عن الحكام القادمين ومنهم مهدي يا بيت ايه اللي حصل معاه صادق السلمي تم تعيينه للمرة الثالثة من اصل اربع مباريات للنادي الاهلي في القاهرة وربعات اربع مباريات اتلعبوا في القاهرة حكمهم تلاتة هيحكمهم صادق السلمي وحكم رابع غير صادق السلمي هل الكلام ده منطقي هل ده ممكن يحصل خصوصا ان حكام النخبة تقريبا عشرين والحكام الدولين في افريقيا اللي بيحكموا في القارة الافريقية عامة وم spoiler الدولة الافطال والكونفدرالية حوالي عشرين يعني احنا بنكلم على اكثر من اربعين حكم حكم واحد يحكم للنادي الاهلي تلات مباريات من اصل اربعة هل ده صحة ولا غلط طيب هقول لكم معلومات اربعة على ارض اربعة على ارض هقول لكم معلومات اربعة على ارض وحكم ماتش الوصل هنا في مصر يعني صادق السلمي يا جماعة حكم مباراة جيمة الاثيوبي في دور الاثنين وثلاثين وحكم ماتش فيتا كلاب وهيحكم الماتش الجاي شبيبة الثورة طيب ده صادق السلمي طيب هو كمان طرد لعب ده طرد لعب بص يا جماعة فيتا ده طرد على طول يا جماعة دي ولا انذار طرد على طول يا با ولا انذار تاني انا حاسم هو طرد على طول الله اعلم تأكدوا لي طيب لو انذار تاني يبقى محق مليون في المية هنا قصتنا مش خدوا بالكم ده خاصة بالبطول العربية ماناش علاقة ومباراة اخرى وهي مباراة اثيوبيا وكده خلاص تعالوا جعلوا لي بس هل الكرة دي انذار تاني ولا طرد طيب هنا كلامي ليس له علاقة بالنادي الاهلي احنا بنتكلم على تعينات الاتحاد الافريقي نادي الاهلي مش محتاج حكم نادي الاهلي نادي كبير بطولاته كتيرة بيتزعم القرى الافريقية في البطولات الافريقية ليس لنا علاقة بالنادي الاهلي احنا نتكلم على الاتحاد الافريقي لقرة القدم طيب ازاي انا تخيل انا كابتن حمد كابتن شادي طلعت على الهوى دلوقتي كده وروحت مثلا قلت على جهات جريشا كلام بيمس شرفه وسمعته ايه اللي ممكن يحصل المفروض يلجأ للقانون تعالوا نشوف الاعلام التونسي ماذا قال عن صادق السلمي التونسي التونسي اللي هو اللي هو اعلام صاحب الحكم حكم صاحب البلد نفسك بينهي الاعلامي ده بيقول اذا كان عنده الكرة ايعتذر طيب مرة واثنين وثلاثة ما يقوله الاعلام التونسي كلام خطير جدا 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 ومرة واثنين وثلاثة هو كلام خطير ضد الاتحاد الافريقي وضد الاتحاد التونسي يعني هذا الكلام يوجه للاتحاد التونسي لان اتحاد التونسي هو اللي بيطلع حكامه وهو اللي بيعين الحكام الدوليين ولا لا وبالتالي النادي الاهلي لايطلعه علاقة والنادي الاهلي مش محتاج حكم ويكسب الفريق الشباب الثورة ده في مصر بكل سهولة وتاريخ النادي الاهلي وقيمته وبطولاته سهل جدا يكسب هذا الفريق يعني مش محتاجين كلمة حكم دي ولكن هم قالوا هذا الكلام ليه ده هم كمان ذكروا وقع اسمها قواف القفصة والتحاد بن جردان سألت في تونس وسألت رحت سألت بعض الحكام التوانسة والمصريين عن هذا الحكم وليه بيقولوا عليه هذا الكلام ده كلام خطير جدا قيل ان احد الحكام الدوليين التوانسة عينة في احدى المباريات قد تكون قواف القفصة والتحاد بن جردان اللي هم اتكلموا عنها وان احد الاندية دي كان هينزل درجة تاني فمسؤول كبير رياضي في تونس من البلد دي من المدينة دي من المدينة دي فعين حكم دولي ليه ان هو يروح يحكم المباراة دي فالحكم الدولي ده رفض اعتذر مرضاش يروح انه فيها نوع من الضغوطات تمام فانسحب وتم تعيين صادق السلمي لهذا اللقاء وتم وفاز الفريق التابع للمسؤول في الاتحاد القرى التونسي يعني وفاز وخرج اللقاء الحكم الدولي اللي اعتذر من القائمة الدولية ودخل مكانه من صادق السلمي وبعد كده تم اختياره من النخبة وقد يكون هناك حكم افضل منه في تونس وتم اختياره من النخبة وهنا اصبحت الالسينة تتكلم عنه فين في تونس في تونس فاتا كلام خطير لكن انا عايز اقول لكم تعيينات الاتحاد الافريقي عشان نعلق في النهاية على الموضوع نادي الزمالك نفسه حكم له المطش اللي فات جورماهيا حكم الغاني الحكم الغاني اسمه دانيال لاريا دانيال راريا ونفس الحكم ده حكم للزمالك برضه مطش ناصر حسين ضاي الاولاني اللي الزمالك اتعادل فيه في المطش الاولاني لكن المنيكي نشوف الحكم الغاني واخد بقى لك احنا دايما بنركز على حكام شمال افريقيا حاكم جزائري حاكم تونسي حاكم مصري حاكم لان كلهم عارفين بعض وقرامين بعض الحاكم الغاني الماتش اللي فات رغم فوز نادي الزمالك باربع هداف لكن ظلم الزمالك في ضرب الجزاء لحمدي النجاز صح او لا لا تكري هده لقطة ولا لا او غير كده يريد نشوف تمام يعني انا عايز اتكلم اهي صورة اهي انا يعني مش هده رجيب اكتر من كده الصورة هي دي 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 كرة ضرب الجزاء اه ضرب الجزاء صريحة او اللي اتفرج على الماتش شافها انها ضرب الجزاء مليون في المية حتى الحاكم ده دانيال وطبعا هو ليس له علاقة مساعد الحاكم بتاعه حسب هدف التعادل في الديئة التسعين لنصر حسين ضاي هدف تسلل اثناء لعب الكرة بالدماغ فكانا شدي وانت اللي قلت انه تسلل فاكر ان ما كنت تضيف معايا واده الصورة هي معايا وهي كرة بتتلعب بالدماغ اللعب لا ده كمان هو ده كمان كان نصة كرة ما تلعبتش يعني اما تتلعب كمان كان لعب زمالك تقدم سنة فكانت واضحة جدا انه هو تسلل طيب نديكو اكتر فاكريني الحاكم مهدي عبيد بعد المباراة الاولى كانت المباراة الثانية مباراة خطيرة جدا اللي هي مباراة التراجي والاهلي اللي هي اعتقام في تونس فتم تعيين الحاكم الاثيوبي تعيين الحاكم الاثيوبي فاكروا حاكم الاثيوبي ساعتها كان يا ربي اسمه ايه طيب الحاكم بام لك الحاكم الاثيوبي تم تعيينه رسميا كمان لمباراة السوبر بين التراجي ومبين الرجاء في الدوحة يعني هو حاكم افريقيا وهو الحاكم السوبر وطبعا كأن مفيش حكام في القرى الافريقية ما هي اللي انت بتحكيه ده كله بيقول كده ان انت حد الافريقيا تعيناته غريبة لا حده مشاكله طب هديك حتة تانية كمان مجموعة النادي الاهلي اللي هي بتضم سيمبا التنزاني بتضم فيتا كلوب بتضم النادي الاهلي وبتضم شباب الثورة تخيل ان الشباب الثورة بيلعب مع سيمبا التنزاني مين الحاكم؟ حاكم من الكونغو الديمقراطية اللي بيلعب فيها فيتا اللي مينها فيتا اللي مينها فيتا وده حدث جديد جدا بيحصل في القرى الافريقية ازاي انا اخلي حاكم كونغولي من نفس الفريق يلعب في نفس المجموعة يعني انت خيل مثلا الماتش اللي جاي نلاقي مثلا الاهلي بيلعب مع شباب الثورة وفي نفس الوقت جهات جريشة مثلا بيحكم مطش تاني اللي هو بتاع المجموعة اللي هو سيمبا مثلا والفريق الاخر ده اللي هو في اخر جولة اللي هو فيتا وسيمبا مثلا تلاقيه هو جهات ما ينفعش لانه ما ينفعش لنفس الجنسية تديها لنفس المجموعة فحاجات جليمة بتحصل والاتحاد الافروقي عليه علامة استفهام كبير أكثر من علامة استفهام وخصوصا التحكيم اللي بيجي لنادي الزمالك بعد ما عمر مصطفى فهمي بقى سكرتير عامل الاتحاد الافروقي يعني واضح ان فيه بيجيبوا حكام ما عندهمش خبرة لنادي الزمالك بيجوا من بلاد بعيدة بتكلف ادارة نادي الزمالك تكاليف مالية كبيرة في نفس الوقت بعض المنافسين او بقية الفرق الاخرى بيجي لها فرق من شمال افراقيا وبيجي لها حكام من شمال افراقيا وبيجي لها حكام من بلاد قريبة بتبقى العملية بالنسبة لهم سهلة ودي قبل كده اتكلمنا فيها وقدارة الزمالك اتكلمت فيها ولكن الحكام الافرقى طبع ديك معلومة اخيرة انا اسف ان انا بقطعك الحكم اللي جاي اللي هيحكم ماتش الزمالك وناصر حسين داي هو حكم سنغالي ومعروف دايما عنه ان هو بينحاز لصاحب الارض في كل مبارياته وهنا السؤال ليس لانا علاقة بالنادي الاهلي نادي الزمالك كلها اندية محترمة نادي ناصر حسين داي نادي محترمة شباب الثورة كلها محترمة احنا الهدف يا جماعة من كلامنا ده ان يكون في عدل لأي فريق يعني الاهل يكسب بالعدالة شباب الثورة يكسب العدالة ناصر حسين داي يكسب العدالة زمالك يكسب العدالة نحن نحترم الاندية نحترم الجماهير الاندية نحترم كل الناس ولكن احنا اللي بنبغاه وعايزينه هو تحقيق العدالة شرقا وغير كده كابتن خارج احنا مش هنامل كابتن شريف عبد المنعم ونقول ان احنا لا احنا بنتمنى هنا هو ان النادي الاهلي يتخطى المباراة المبالة ويعدل دور التمانية وياخد دور أبطال أفريقيا والزمالك إن شاء الله ياخد الكونفدرالية ويبقى الصوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك في رئتين مصريين نتمنى التوفير لكل الفرق المصرية مش هنعمل زي الناس التانية اللي هي اللي عايزة تحقد على الآخرين لو التحكيم هيبقى صالح النادي الأهلي خلاص يا عم هم يخدوه ما فيش مشكلة يعني مش أول مرة الأهلي يعني يستفيد من التحكيم ما انت شفت هنا في الدور المصري مبارات كثيرة استفاد منها النادي الأهلي بالتحكيم وخصوصا في الدور التاني ولكن التحكيم الأفريقي جاي على الزمالك اللجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي بتتعنت في اختيار الحكام ضد نادي الزمالك مشكلة الاتحاد الأفريقي والحكام إنه كل سنة بيتم إيقاف حكم أو مساعد مدى الحياة من أفريقي عشان مشاكل يعني تسهيل مش تسهيل أي أن كانت الصياغ إيه فطول الوقت أنت حطت نفسك التحاد الأفريقي في موضع الشك مش أنت حكامك محطوطين في موجع الشك فبالتالي أي ممكن إحنا كمصريين مش فارق معنا مين لحكم للنادي الأهلي حتى لو افترضنا جدلا أنه ساعد النادي الأهلي ما هو في صالح مصر نحن نفرح للأهلي لكن اللي أنا بتكلم فيه أنه الجزائر اللي هيقابل لنادي الأهلي شبابة الصورة يمكن الظروف السياسية في الجزائر من خليها الناس مش بركزة أو تطلب أنه يتم تغييره لأنه من حق قلت له بتغييره خصوصا التكرار ده التكرار والذي ما بنقول أنه خلفيات الحكام الأفرقى مزعجة فيها مشاكلها كتير ويقال كل كان يعاني الأهلي يعاني من حكام أفرقى حكم الترج الشهير والإيد ويقز زمانك عانى ومنتخب مصر عانى كل ده بيعاني وبيحصل بعدها يطلع لسه ثاني فاتت حكم الراية مش عارف إيه وقفت الحياة حكم أساسي مش عارف إيه طول وقت الحكام الأفريقية تحط الشك في قلبك فتكرار تكرار الحكم لنفس نادي أي أن كان هو مين حتى لو ده زماني قبره مصير للريبة طب أنا أديك معلومة كمان مهمة وممكن أول مرة الناس تعرفها مهدي عبيد مهدي عبيد تم تحويله لجنة الانضباط وكده وفي النهاية طلع قرار بأنه هو يعني تبرئته حتى الآن من يوم ماتش الأهلي والترجي حتى الآن لم يحكم أي لقاء حتى في الجولة دي والجولة اللي جاية حديك حتى تانية كمان كان في حكم برضو خلص على فريق أول أغسطس في ماتش الترجي أول أغسطس جابه في دور قبل النهائي جاب جنب الدماغ صحيح وجنب مفوش أي حاجة وتم إيقافه وتحويله أيضا لجنة الانضباط الجولة اللي جاية هيلعب أول ماتش هيلعبه الجولة اللي جاية تعرف ليه؟ لأنه الرجل القوي في الاتحاد الأفريقي تنسي أنا بديك معلومة نمرة ثلاثة وكان رئيس لجنة الحكام قبل ما يبعوا عضو اللجنة التنفيذية لا أصلا خالد أظن الاثنين كانوا في دائرة الشبهات ودائرة التحبقات في ماتشين وعلى بعد الدور الأبطال أخطأ في تونس طب أسأل سؤال بقى الرجل القوي في الاتحاد الأفريقي الأقوى من أحمد أحمد تنسي